شعلت شمعة ضويت على أولادي أرجعت في كارثة عضمة لأنني في نواري بلون مع من مع زوجة كادغ مستشارة في الرياضة لكم الله يا أبطال الجزائر مقولة تعيشها النخبة الرياضية اليوم ويعكسها حال عائلتنا الرياضية بامتياز تعيش على مشارف التشرد بسبب شمعة أضيئت لتنير دربهم التهمت ألسنتها منزلا بالكامل ومعه سنوات من الذكريات والإنجازات حال تراهي لا يرثى لها ما عنديش من نبداها ما لقناش مين باوش نديره على الحملة شوف الوجهة للإنسان هذا الإنسان اللي راه استنشق لسيوده بسكو ما زالي بات في هذا السكن هذا هو حال عائلة البطل الإفريقي في الملكم عمار مسكين في جزائر العزة والكرامة جزائر فداها في العشرية السوداء بالدم قبل العرقة جزائر العزة والكرامة ما زال فيها حنا نموت نحن نموت ليعيش أبنائنا كانوا مجاهدين كانوا طوار قبلنا أنا كنت مجاهد في الفترة العشرينية مع كل الرياضين الأولمبي لأننا كنا في فترة إرهاب الوحيدين لطلعوا العلام نظرة معبرة وصور يعجز اللسان عن تنظيم أشعرها تسرد حكايات سنوات من العطاء كان جزاؤها التهميش عنا كامل الحقوق باش نسهموا في الممارسة والتطوير النشاط الرياضي حتى السكن ليهو أبسط حاجة ونداء لنجوز الرئيس الجمهورية والسلوطات المعنية يخدوا بعين اعتبار الحال الكارثية اللي راني فيها اليوم ما نتكلمش على الوضع التاعي نتكلمكم على الإرهاب الإداري اليوم مدير جاء منذ ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يعرقل فينا على أسس أننا رياضيين أولمبيين عنا مشكل ساكن أنا جسوي باني تخونجي شوية نالجغيان مؤمنون بقضاء الله وقدره لكن ألا يحق لمن رفع راية الجزائر أن يحظوا بحياة كريمة نقطة نطرحها قبل فوات الأوان فرجاء أنقذوا أبطال الجزائر إلى لكم مؤمنين ومسلمين قلوا بكم رحيمة ترحمون يفقر من يشاء ويغني من يشاء أن اليوم عندي حتى حاجة تحياتي لشعب الجزائري والشارع الجزائري اللي رأى معايا اليوم شعلت شمعة ضويت على أولادي أرجعت في كارثة عظمى لأنني في نواري بلون مع من مع زوجة كادغ مستشارة في الرياضة ترجمة نانسي قنقر